تعلن جبهة الانقاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات للأسباب الآتية أولا إن المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ولا تفتح باب التغيير وتداول السلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب ثانيا المقررات في غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها وغياب الرؤية الوطنية الشاملة لسنوات طويلة من الإخفاقات ما يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة من قبل واضعها في الوقت الذي ستتسبب إلى تعقيد الأزمة وإثارة المزيد من عدم الثقة ثالثا التشريعات التي تشير إليها المقررات هي موضوعات جدلية ولا يمكن حسمها بهذه السرعة إلا إذا كانت القوى السياسية تريد استغلال الحالة وفرض رؤيتها على عجل رابعا لم تشر المقررات إلى أي من أزمات المناطق المحررة مثل المخطوفين والمخفيين قصرا وعادة المهجرين إلى مناطقهم والقوانين الانتقالية كالمساءلة والعدالة التي استخدمت للتنكيل بالخصوم والمعارضين وغيرها